بيكونت أكيد شكل الحياة في القرى اختلف كتير جداً وده بسبب مبادرة حياة كريمة يوم بعد يوم بنشوف التطور اللي بيحصل بنشوف المشروعات اللي بتعملها هذه المبادرة المبادرة الرئاسية حياة كريمة في كل المجالات الحية عشان يكون عندنا قرى نموذجية زي مثلاً قرية ستس الأمرة اللي ظهرها سيادة رئيس عدم فاتح سيسي من كام يوم ده بيقول أنه رغم التحديات الموجودة الدولة عندها إصرار كبير جداً على استكمال مشروعات هذه المبادرة واللي بتستهدف تحسين الحياة المعيشية لستين مليون مواطن وبتعتبر كمان أهم مبادرة تنموية لتغيير حياة أهلين في القرى يمكن يا شازلي اللي حصل في الثلاث سنين اللي فاتوا في القرى عمل نقلة كبيرة لأهلين في المحافظات اللي طبعاً بتشتغل عليها المبادرة يمكن كمان إمبارح وزارة التخطيط قالت أنه لغاية دلوقتي استفاد من المبادرة أكتر من 17% من سكان مصر اللي بيعيشوا في 1500 قرية من قرى مشروع حياة كريمة والمشروعات اللي اتعاملت اتكلفت حوالي 350 مليار جنيه على مدار 30 المفروض أن معدلات التنفيذ في مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة اتخطت الـ 85% وحيتم الانتهاء منها بشكل كامل السنة الجاية في 2024 كمان احنا عندنا المرحلة التانية من حياة كريمة بتستهدف حوالي 1667 قرية بيصل عدد سكان المستفدين لـ 21 مليون شخص المشروعات اللي بتتعامل بتكون في كل القطاعات الحقيقة صرف الصحي المياد تعليم صحة وكمان مراكز الشباب ده غير طبعاً الدور المجتمعي والاقتصادي والثقافي المهم جداً اللي بتنفذوا هذه المبادرة لدعم أهلين في هذه القرى وتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية كلها أعتقد ده دور في منتهى الأهمية يعني حياة كريمة مش بس بتبني مدارس لأ مش بس بترسف طريق لأ مش بس بترم من بيت لأ هي بتستهدف أنها تبني إنسان الإنسان نفسه من خلال الوعي من خلال الثقافة من خلال التمكين الاقتصادي من خلال أنها توفر تمويل المشروعات الصغيرة وكمان تضرب أهل القرى على أنهم يشتغلوا حرة في يدوية وكمان يقدروا يستعيدوا دور القرية المنتجة مرة تانية إن شاء الله كل القرانة تبقى مختلفة إن شاء الله حياة كريمة لكل المصريين صباحكم زي الفل صباح الخير يا مصر